الآن لأن العصابة رهي نفسها النظام لم يتغير بل أن العصابات التي تتجدد كواجهة للنظام راهي كلها تمثل عصابة أخرى أصلية لم تتغير هذه العصابة عصابة عسكرية يتغير الأشخاص ولكن كيانها وشكلها وما زالت موجودة واش رح يجي؟ سيتاب بول أسمعه راه استقبل رئيس كوبا واسمعه واش يقول ولذا تقرر في اجتماعنا هذا أن نخفف الوضع الاقتصادي على كوبا نلغي كل الفوائد المديونية وسنؤجل المديونية إلى حين تمويل مدين قطع بالمحروقات لنسمح لجمهورية كوبا لإعادة تفعيل محطات تولير الكهرباء ومحاربة لقطاعات الحالية في الكهرباء إذن إلغى كل فوائد ديون كوبا المقدرة بالمليارات تأجيل الدفع إلى إشعار آخر يعني وأنا أكاد أجزم لكم هذه داروها فقط تمهيد بعد ذلك يقول لكم سحنا الديون بعد ذلك إعادة توريد المحروقات إليها ويهدوها محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية واش قدمت كوبا للجزائر؟ قال لك اتفاقيات وكذا 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 كذا هذه حكوا على اتفاقيات اقتصادية شركات وماش نعارف واخرى طبية واخرى مختلف تجارية وما إلى ذلك انت جاي الدولة رهي مهددة بالإفلاس تعاني اقتصاديا وهذا بسبب هذه الأنظمة الاشتراكية اللي الجزائر تسير على دربة هذا هو محور الجزائر هذا المحور الاشتراكي هذا اللي حكم دول وصلها كل الخراب فينزويلا ركم شفتوها دولة غنية وشعبها عفقر شعب في الأرض الجزائر دولة غنية وشعبها جائع وفقير لا يلقى دواء لا يلقى حنيب ولا شيء يجي يمسح لهم فوائد الديون يعني فوائد الديون هذه ملك أبوك يا عبد المجيد تبون هل هذا رزق والدك خلهولك باك في الغرب الجزائري ولا في أدراء هذا رهي ملك شعب وهذا رهي ملك الدولة الجزائرية هذا لا يمكن التنازل عليه إذا فكرت تقدموا كمشروع للبرلمان لو كان عندنا برلمان حتى هذا البرلمان ماهوش عنده شرعية أصلا ما عنده حتى شرعية شعبية حتى يمسح ديون لو كان يعني جاء ملك بابك خلاص راهي هذه المنطقة العصابة يا جماعة راهي تتصرف في الأموال كأنها ملك ملكها راهوا جيابها يعني أرواح أمسح لكي حفظه يبوسه أمسح له الديون وهاي جاي أصفقات أخرى مع فرنسا راهي غير معلنة كل مقابل أعطاوه جماج منطعة منطعة الوصوصه وسلفوا هملو فقط باعوا هملو بس يحطهم في متحف ويدير المهرجان وبعد يرجعهم واللي يخلصوهم بالمليارات كلها من أجل البهرجة الإعلامية قال لك الجزائر الرئيس الكوبي جاي زيارة للجزائر دير معاه شراكة هذه الديون تجدول في إطار معين تتحول إلى استثمارات دوء كوبا عندها مجالات معينة هاكي المجالات استفد منها أفتح استثمارات للجزائريين رجال أعمال الجزائريين يروحوا يستصمروا هناك ولحكس أيضا هذا هو يعني هذه الديون ما تروحش تمسحها ما تمسحاش حولها إلى استثمارات وممكن إعادة جدولة الديون وفق مقاربة معينة تنتفع منها الجزائر هذه الدول آه نمسح تلك الديون آه خلاص ما شاور حتى واحد ملك بابا هكذا وش لازم يقولونه الجزائريين انت الجزائريين ما عندهمش مستشفيات يداووا فيها الناس تجري يروح التونس تروح الدول الأخرى باش تلقى حب دواء الجزائريين يتسولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي كانش ما يدونهم دواء من فرنسا الشعب الجزائري دير فيه طوابير على شكار حليب وكي يعلقاه يلقاه انتع ماء حليب ماء ماء وراكم شفتوه في أحد الفيديو اشتركوا في القناة